الأولوية الآن لتذبيت وقف الأعمال القتالية بعد مرور أكثر من عامين ونصف من عمر الأزمة اليمنية بدأت تتضح ملامح تعقيد في الملف اليمني الذي يبتعد كل يوم أكثر عن الحل يتعامل إقليم مع اليمن باعتباره منطقة تنفيس لصراعاته وضمان حصوله على مكاسب على المدى الطويل تتعلق بأمنه الاستراتيجي نقل الصراع لمستوى القاع وتجاوز الانتماء الوطني والقيام بحملات تجنيس واسعة لأبناء المناطق الحدودية سلوك قديم بدأ في أوساط القرن الماضي في عدد من المناطق القبلية والحدودية مع المملكة وسلطنة عمان مؤخرا قامت دولة الإمارات بتجنيس عدد من أبناء سقطرة في ظل سعيها للتواجد في الجزيرة ردت سلطنة عمان بحملة تجنيس أخرى لأسرتين رئيس الوزراء السابق حيدر أبو بكر العطاس وسلطان المهرة الشيخ عيسى بن عفرار حيث بلغ عدد المستفهدين من هذا المرسم السلطاني تسعة وستين شخصا من أبناء الأسرتين خطوة عمانية تبدو قلقة من التمدد والنفوذ الإماراتي بالقرب من حدودها مع اليمن وهو ما يعزز من مطالب سكان محافظته سقطرة والمهرة بالحصول على إقليم مستقل ضمن الدولة الاتحادية في اليمن منذ اندلاع الأزمة اليمنية أبدت سلطنة عمان المزيد من الاهتمام بدعم السلطة المحلية في محافظة المهرة خاصة في الجوانب الإغاثية وتوفير المشتقات النفطية كما رفض محافظ المهرة محمد عبط الله كدى الانضمام إلى المجلس الانتقالي الذي تدعمه حكومة أبوظبي بإعاز عماني كما يبدو لما تشكله المهرة من عمق حيوي لسلطنة عمان إذ تربطهما حدود برية طولها 288 كيلو متر التطور الجديد يتعلق بمنح الجنسية لأسرة العطاس الحضرمية وهو ما يعتبره مراقبون جزءا من الصراع بين الإمارات وعمان في جنوب اليمن لا سيما بعد هيمنة الإمارات على الجنوب اليمني المخاوف العمانية من تحركات الإمارات بالقرب من حدودها في الجانب اليمني سبق وان أشارت له صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حين قالت الشهر الماضي إن عمان تعبر عن قلقها إزاء تطوير إماراتي محتمى لقاعدة عسكرية في جزيرة سقطرة عند مدخل خليج عدن وإن ذلك قد يهدد الاستثمارات التي تموّلها الصين في مشروع الميناء العماني بالدقم أو بشكل عام لتطويق السلطنة بشكل استراتيجي يسعى الجميع للاستفادة من اليمن لتأمين مصالحه باستثناء اليمنيين الذين يتقاتلون فيما بينهم لتأمين مصالح غيرهم ولو كان ذلك على حساب تدمير بلادهم موسيقى